بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرع كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد لما كان من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس فليس المرادب الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد الضعيف الذي هو في عرفه المتأخرين من المحدثين الذين قسموا كالإمام الترمذي رحمه الله قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ليس مراد الإمام أحمد الضعيف الذي هو دون الحسن بل مراده الحديث الحسن لأن الإمام أحمد ومن قبله قسمون الحديث إلى صحيح وضعيف إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم على قسمين ضعيف حسن وضعيف متروك فقصد الإمام أحمد هو الحديث الحسن كانوا في الماضي سمونه ضعيفا لأن ما نزل عن الصحيح عندهم في لاك الوقت فهو ضعيف وإن لم يكن متروكا فالإمام أحمد لا يقصد بالحديث الضعيف الضعيف عند المتأخرين وإنما يقصد الحسن الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحيح فهو يقدمه على القياس وهذه فائدة عظيمة جداً لأن بعض من لا يعرفون أصول الإمام أحمد يظنون أنه يريد بالحديث الضعيف الذي هو أقل من الحسن مرتبة الثالثة وهو لا يريد ذلك فهذه فائدة فائدة عظيمة أفادنا بها الشيخ رحمه الله وأول من عرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي رحمه الله نعم وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه نعم والحسن عنده ما تعدد الطروقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ هذا مقصود الإمام الحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس في سنده متهم وليس بشاذ يعني مخالف للصحيح نعم والحسن عنده ما تعدد الطروقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ يعني ثلاثة شروط فيه الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة تعدد الطروقه تعدد الطروقه هذا واحد لم يكن في سنده متروك راون متروك هذا اثنين ليس بشاذ هذا ثلاثة ثلاثة شروط هذا هو الحديث الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس وسمي ضعيفاً لأنه لم يبلغ درجة الصحيح نعم فهذا الحديث هو أمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به نعم ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمر بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري 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 ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه لأن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا لم يبلغ درجة الصحيح لأن قوله عن أبيه عن جده مبهم لا يدرى من يريد بأبيه أو يدرى عن جده بعضهم قال إنه متصل وبعضهم قال إنه مرسل المشهور عندهم أنه مرسل نعم والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية نعم أما عند المتأخرين فالضعيف هو ما نزل عن مرتبة الحسن وهو على قسمين ضعيف لم يبلغ درجة الواهي المتروك وضعيف متروك واهي فالذين يحتجون على التوسل ليس عندهم أحاديث إلا من هذا القبيل أحاديث واهي نعم والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين توسل بالمخلوق نعم هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة نعم ولا يوجد فيها إمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها نعم هي من القسم هي من القسم الواهي أو المتروك أو الموضوع فلا يحتج بها توسل بالأشخاص ليس فيه حديث حتى ولا حديث ضعيف استأنس به وإنما هي أحاديث متروك نعم ولا يوجد فيها إمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد النبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضى إن قضيته وذكرى تمام الحديث نعم فهذا حديث واهن ومتروك لا يحتج به وهو فيه التوسل بالأشخاص التوسل بإبراهيم التوسل بموسى والتوسل لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يحتج به نعم وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزه ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكن لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء فهذه الأحاديث التي احتجون بها ليست في دووين السنة لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد وإنما هي في بعض المجاميع كمجموع رزين ابن معاوية وعند أبي نعيم الحلية وكتاب أبي نعيم في الحلية فيه أشياء غير مرضية ولا يحتج بها نعم وليست من كتب الحديث الحلية ليست من كتب الحديث المعتمدة نعم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء نعم وقد رواه أبو الشيخ الأصفهاني في كتاب فضائل الأعمال وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة نعم كتب الفضائل والأذكار والأوراة في اليوم والليل أغلبها لا يصح ولا يحتج به نعم ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحبابي عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى ورواه محرز ابن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالري وأبوه وجده ثقتان قلت عبد الملك ابن هارون ابن عنترة من المعروفين بالكذب قاله يحيى بن معين وقال السعدي دجال كذب وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث وقال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث وقال أحمد بن حنب الضعيف وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد وقال الدار قطني هو وأبوه ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك ابن هارون ابن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات نعم هذا حديث أبي بكر منسوب إليه أنه توسل بإبراهيم وبموسى وبعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فيه هذا الرجل الذي قال فيه الأئمة هذه المقالات فلا يحتج به نعم وقول الحافظ يا أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع يعني لو كان رجاله ليس فيهم ما قيل في هذا الراوي لو كان ثقات كلهم فهو منقطع والمنقطع غير المتصل يعني سقط منه راو سقط منه راو فأكثر هذا هو المنقطع والمنقطع لا يحتج به نعم وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره نعم وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك نعم نعم فما رواه هذا الرجل عبد الملك هذا لا يحتج به لأنه كذب ويضع الحديث إلى آخر ما قيل فيه نعم ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمد قال لأنك لما خلقت ني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه نعم هذا يعتمدون عليه كثيرا وهو أن آدم توسل بمحمد ولما سأله ربه كيف عرفته قال رأيت اسمه مكتوبا رأيت اسمه مكتوبا مع اسمك فعرفت فعرفت أن أنه عندك له مكان فتوسل به وهذا الكذب عليه واضح جدا من متنه فكيف بسنده كذب عليه واضح الافتراء ويقول لو لا محمد ما خلقتك يقول لآدم لو لا محمد ما خلقتك بل الخرافيون يقولون لو لا محمد ما خلقت السماوات والأرض ولا خلقت ولا خلقت كل هذا من الغلو والعياب بالله غلو المفرق فهم يتعلقون بالرسول ويلتمسون أي شيء يستدلون به ولو كان كذبا واضح وهذا من الفتنة هذا من الفتنة أن يبتل الإنسان بالبدع والخرافات فيلتمس لها أي دليل ولو كان كذبا واضح فهل الله إنما خلق آدم لأجل محمد أو خلق السماوات والأرض لأجل محمد كما يقولون فهذا من الغلو ولذلك حتى تجدهم الآن يكتبون اسم الله واسم محمد متجاوران الله محمد يجعلون محمدا عديلا لله عز وجل ومساويا لله هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان نعم وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلم عنه قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب وقال الحاكم هو صحيح ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبو عثمان ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك قال الله تعالى وما يدريك ما محمد قال يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك قلت قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث هذا أيضا من الأكاذيب التي يعتمدون عليها في الغلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله وأن آدم إنما غفر الله له بسبب أنه أنه توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف القرآن الله جل وعلا ذكر عن الأبوين عليهم السلام لما وقع في الذنب أكل من الشجرة التي نهي عنها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون نا من الخاسرين فهذا الذي ذكره الله من قول آدم وحوى ظلمنا أنفسنا اعترف بالذنب وطلب من الله الماغفراه في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هي هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين فالله سبحانه ذكر الدعاء الذي قاله آدم وليس فيه ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية الناحية الثانية هذا الحديث سنده باطل ولا يحتج به تصحيح الحاكم له في غير محلة وسيتكلم الشيخ عن تصحيح الحاكم وتساهله في هذا نعم قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه مما أنكر على الحاكم رحمه الله ففي ففي مستدركه أشياء صححها وأنكرت عليه لأنها غير صحيحة ولهذا يقال تصحيح الحاكم يعادل تحسين التلمذيين كما قال عن التلمذيين وحسن يقول عنه الحاكم إنه صحيح نعم قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تعملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه نعم فهذا الحاكم رحمه الله اعترف أن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يروي أحاديث موضوعة ومع هذا يقول عن هذا الحديث الذي هو من روايته إنه صحيح نعم قلت وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد ابن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنساء والدار قطني وغيرهم نعم وقال أبو حاتم ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك نعم وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه آئمة العلم بالحديث وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب ابن ابن ثرملاء الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما نعم فهذا مما يوخذ على الحاكم رحمه الله في تساهله وتصحيحه لما لمن تقد عليه في مستدركه ولذلك تعقبه الذهب رحمه الله تعقبه الذهب في كتاب بين فيه الأحاديث التي خلط فيها الحاكم وبعض وافقه وافقه عليه على تصحيحه نعم وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بيّن كما صحح حديث زريب ابن ثرملاء الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بيّن ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه نعم أنصف الحاكم أنصفه الشيخ فقال ليس معناه هذا أن كل ما في المستدرك لا يثق به بل فيه كثير من الصحيح لكن لا يمنع هذا أن ينتقد عليه مثل هذا الحديث الذي صححه وهو موضوع فهذا من أغلاطه رحمه نعم وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذي والدار قطني وابن خزيمة وابن أمنده وأمثالهم في من يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم موسيم وإرack بجam أعلى التصحيح تصحيح البخاري ثم ما اتف . عليه البخاري ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا هو أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم بعد ذلك تأتي الصحاح مثل صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان صحيح الترمذي إلى آي لذلك فهي تأتي بعد ما في الصحيحين أو أحدهما نعم لكنها تتفاوت قد يكون في بعضها شيء منتقد نعم لكن أضعفها أضعف التصحيحات بعد هؤلاء تصحيح الحاكم رحمه الله نعم ولا يبلغ تصحيح الواحد ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم نعم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله رحمه الله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الإختلاف في ذلك لأن لا يغتر بذكره له لأن لا يغتر بذكره له لأنه إنما ذكره مقرونا بالإختلاف فيه نعم البخاري رحمه الله معترف له معترف له بأنه أوثق من صحح في السنة ولذلك أجمع على الثقة بصحيح البخاري رحمه الله لأنه يتحرز كثيرا وإذا كان في الحديث شيء من المقال أشار إليه ولا يسكت عنه نعم ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه نعم فيه أشياء في البخاري نظر فيها ولكن إذا فحص قول البخاري وقول مخالفه وجد أن قول البخاري أرجح لأنه أعلم المحدثين بعلل الحديث رحمه الله نعم ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج بخلاف بخلاف مسلم بن الحجاج نعم فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه هذا الفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري فيما نوزع فيه إذا تؤمن كلامه وكلام غيره وجد أن كلامه أرجح بينما مسلم رحمه الله وهو يأتي في الدرجة الثانية بعد البخاري نظر في الأحاديث التي نوزع فيها فوجد أن قول غيره أرجح مثل ما سيذكر الشيخ سيذكر لكم مثالا نعم بخلاف مسلم هذه فوائد حديثية لا تجدونها تأملوها واضبطوها نعم بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين نعم هو حديث صلاة الكسوف هذه عند مسلم جاءت من من طرق في بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوعين وفي بعضها أنه صلى ركعتين كل ركعة بثلاث ركوعات في بعضها أربع ركوعات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة ما كسبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت واقعة واحدة فلا يمكن أن تتعدد الروايات لا بد من الترجيح فالراجح بل الصحيح أنه صلى ركعتين كل ركعة بركوعين هذا هو الصحيح نعم هذا مما أخذ على مسلم رحيمه الله نعم والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة لو كان أنه صلى الكسوف عدة مرات لقيل إنها اختلاف الروايات اختلاف تعدد الصلاة مرة فعل كذا ومرة فعل كذا أما والواقع واحدة فلا يمكن هذا لا يمكن الجمع بين الأحاديث فلابد من الترجيح فالراجح هو أنه صلى ركعتين بركوعين هذا هو الراجح نعم وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم نعم وقد بيَّن ذلك الشافعي فهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيم يعني لا تعددت الصلاة علشان يحمل كل رواية على صلاة أخرى صلاة واحدة ما تحتمل هذه الروايات نعم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان نعم إبراهيم واحد ابن الرسول أمه ماريه التبطي ما للرسول إبنان كل واحد اسمه إبراهيم حتى يقال الواقعة متعددة نعم ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب كذلك بعض الروايات أنه مات في عاشر من الشهر والشمس ما تكسف في عاشر من الشهر الشمس إنما تكسف في ليالي الاستسرار تسع عشرين أو ثلاثين هذا هو وقت الكسوف للشمس وقت الكسوف للقمر ليلة أربع عشرة أو خمسة عشرة ولا يتغير هذا فالذي روى أنه في عاشر من الشهر هذا غلط نعم وكذلك روى مسلم خلق الله التربة هذا المثال والمثال الثاني فيه قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وفصلها في آية أخرى في سورة فصلت خلق الأرض في يومين قدر فيها أقواتها وصارت أربعة أيام ثم استوى إلى السماء استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات في يومين فإذا جمعت أربعة أيام للأرض ويومين للسماء كم صارت ستة أيام مثل ما في الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام مبدأها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة ويوم السبت ما فيه خلق يوم السبت لم يحدث فيه خلق جاء فيه صحيح مسلم أنه يوم السبت خلق التربة ولما دقت في البحث وجد أن هذا من قول وهب بن منبه وهب بن منبه من أهل الكتاب من أحبار اليهود ثم أسلم رحمه الله فهو مروي عنه فيكون هذا من الإسرائيليات يكون هذا من الإسرائيليات فلا يوم السبت ما حصل فيه أي خلق على شيء نعم وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيح ابن معين والبخاري وغيرهما فبيّنوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الإسرائيليات نعم فبيّنوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء مع الذين قالوا إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه ولهذا يقول اليهود إن الله فرع يوم السبت والسراح لأنه بعد تعب تعب في خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون ولهذا رد الله عليه قالوا لقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني تعب خلق السماوات والأرض ولم يعيى لخلقهن لم يصبه إعياء كما تقوله اليهود أبّحهم الله وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة وقد روى إسناد وقد روى إسناداً أصح منها في سبعة أيام هذا مخالف لصريح القرآن في ستة أيام مخالف للإجماع أيضاً فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم بينما وقع في رواية مسلم رحمه الله وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد نعم بداية الخلق يوم الأحد نعم وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتباً وغلطه في ذلك طائفة من المسلم لأن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وتزوجها ونبي الحبشة مع المهاجرين إلى الحبشة لما ارتد زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى العقد نيابة عنه النجاشي وأمهرها النجاشي له نعم ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين آئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها لكن هذه المؤاخذات والمناقشات لا تقلل من أهمية الصحيحين لا تقلل من أهمية الصحيحين ولا تقلل من كفاءة الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله نعم ولئن المسلمين أجمعوا على الثقة بالصحيحين وأنهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لا يقول أحد إن الصحيحين لا يوثق بهما لأنه حصل فيهما كذا وكذا نعم كما يقوله العقلانيون والمشككون في السنة نعم ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين آئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وبسط الكلام في هذا له موضع آخر نعم أفادكم فائدة عظيمة ومع هذا يعتذر لكم يقول ما أقدر أطول عليكم نعم وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسنان وما هو من جنسه مع زيادات أخر وهذا وهذا الحديث المذكور في آدم في آدم أنه توسل بمحمد أنه توسل بمحمد وقال الله كيف عرفت ذلك قال رأيت اسمه مكتوبا مع اسمك على العرش نعم وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر من غير إسناد وما كان من غير إسناد فلا يقبل نعم كما ذكر القاضي عياض قال وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بعد أكثر من الأول الأول يقول العرش وهذا يقول الجنة في كل مكان مكتوب نعم قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له هذا يخال هنا في القرآن القرآن ليس بها قال ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به لا سيما العقيدة لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة حديث مكتوب ليس له إسناد منكر المتن والسند تبنى عليه العقيدة فيجاز التوسل بالأشخاص هذا أمر لا يجوز عقيدة إنما تبنى على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة نعم بل الأحكام الشرعية كما سبق لكم الأحكام الشرعية ما تأخذ من الأحاديث الضعيفة لا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ما تأخذ من الأحاديث الضعيفة ما تأخذ من الأحاديث الضعيفة فكيف تأخذ منها العقيدة ويجاز التوسل بالأشخاص ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين مثل هذا الحديث حديث آدم توسله بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الحديث باطل من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجوز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عن من هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتاب المبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ ما صح أنه شرع لمن قبلنا فهذا على ثلاثة أقسام القسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته فهذا يقبل القسم الثاني ما جاء شرعنا بنسخه فهذا لا يعمل به القسم الثالث ما لم يأتي لا إقراره ولم يأتي نسخه هذا يتوقف فيه من الإسرائيليات توقف فيه ولا يبنى عليه حكم شرع نعم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الآئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه نعم وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا آه في هذا الشرع أولاً أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا ثانياً إما أن يرد شرعنا بإقراره فنقبله أو يرد بنسخه فلا نعمل به انتهى أو لا يرد لا إقراره ولا نسخه نتوقف فيه نتوقف فيه في هذا الحديث إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فلا يصدق لأنه قد يكون كذباً ولا يكذب لأنه قد يكون صدقاً فنتوقف فيه نعم وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين وهذا البحث شرع من قبلنا هذا مذكور في كتب الأصول في كتب أصول الفقه مبسط ومذكور وذكر أيضاً الحافظ بن كثير في أول تفسيره في أول تفسيره ذكر الإسرائيليات وتقسيمها نعم فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين قبل قبل يقول وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أو يحتج بما جاء الفاعل يحتج الصواب معك فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن يعني ما لم يرد شرعنا بإقراره ولا بنسفه هذا لا يتوقف فيه لا يحتج به ولا يكذب توقف فيه ويقال الله أعلم نعم ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق وليصوم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك وذكر تمام الدعاء وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلب ومقاتل ويروى هذا موسى بن عبد الرحمن الصنعان هذا الكلام فيه فلا يقبل ما رواه ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا وكي عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال الدار قطني متروك وقال ابن حبان كان مغفلا يلقا فيتلقا فاستحق الترك ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبير عن ابن مسعود ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبير عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا زهير بن العلا العتبي قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام من سره أن يحفظ فليصم أربعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات قلت وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية وكذلك ما يرويه خيثمة ابن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وعبد العزيز الكناني وأبو علي ابن البناء وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم ابن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث فإنهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقاً على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج لكل ما روي وقد يتكلم أحدهم عن الحديث هذه الفائدة أنهم يجمعون ما ورد في الباب لا ليحتج به وإنما ليعرف يعرف فقط ثم يجرى عليه النقد يجرى عليه النقد ويطبق عليه القواعد فما ثبت تجبه وما لم يثبت فإنه يترك وإن كان موجوداً في هذه الكتب وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يعتمد على الكتب إنسان ما يعتمد على الكتب والمطالعة فقط بل لا بد أن يتلقى العلم عن العلماء الذين يميزون له الصحيح من الضعيف من الكذب يعني يوجد في بعض هذه الكتب وإن كانت لأئمة كبار يوجد فيها شيء وهم ما ذكروها ليحتج بها ما ذكروها لتعرف يعني من أجل أن تعرف يعرف حالها هل هي صحيحة أو لا نعم فإنهم كثيراً ما يرون في تصانيفهم ما روي مطلقاً على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف وقد لا يتكلم أحياناً يصرح درجة الحديث وهذا طيب وأحياناً يترك هذا للعلماء يترك هذا للعلماء ينقدونه ويشهونه يطبقون عليه القواعد الحديثية لذلك كما ذكرنا ما يصلح للمبتدي أنه يعتمد على الكتب ويطالع ويخرج على الناس أو يقول قال فلان وروى فلان وهو ليس عنده بصيراً ولم يأخذ العلم عن أهله وإنما أخذه عن كتب نعم وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وصفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داوود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها نعم الأحاديث التي لم يلتزم أهلها بالصحة لم يلتزم أهلها بالصحة وإنما رووها فقط وذكروها هذا يحتاج قبل أن يبني عليها الإنسان حكما شرعيا تاجي لأن يبحث في أسانيبها ورواتها لألا يبني على شيء لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد بن عدي وأبو حاتم البستي كما يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر بن عبد البر وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وأمثال هؤلاء فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر نعم مع هذا كلام النفيس المفيد الذي ذكره اعتذر لكم قال لا أحب أن أطيل عليكم هذا له مكان آخر نعم فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر ولم نذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملة الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير نعم والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث هذا هو المقصود لما عام في هذا البحر المتلاطم جاب لكم المقصود وش مقصودة من هذا إنه ما يعتمد على هذا الحديث التي يتوسل بها في المخلوقين كحديث توسل آدم بمحمد أو توسل بإبراهيم أو بموسى أو بعيسى أو بمحمد هذا قصد رحمه الله من كلها البحث الذي مر نعم والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد هذا الباب يعني التوسل بالأشخاص نعم ليس فيه حديث يعتمد عليه نعم والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه نعم فللمروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه الواضع قد لا يكون متعمدا قد يكون ما تعمد الوضع والكذب لكنه ما شع عليه واندرج عليه أما إذا كان متعمدا فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى وقعده من النار نعم وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة هذه نقف عند هذا نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله كلاما فيه نقد لبعض الرجال فهل يوجد في زماننا من ترون أنه من أهل العلم وهو متخصص في الرد على المخالف في مثل هذه المسائل لا تخلوا إن شاء الله الأرض من العلماء ومن المتخصصين في علم الحديث وإن لم يكونوا مثل القدامى لكن لهم اختصاص في علم الحديث والنظر ولا تخلوا الأرض لأن الله يحفظ هذا الدين ويبقى له من يبقى لهذا الدين من يحفظه الله به فلا نيأس النبول ما فيها أحد نعم لكن قد لا نعلمهم نحن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحتوي على مثل هذه الفوائد الحديثية وهي متخصصة في ذلك نعم المجموع مجموع الفتاوى الكبير جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جعل قسما منه في الحديث راجعوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف إنما فيه يومين للكسوف إنما هو يوم واحد هذا قصد يوم واحد كسفت الشمس وصادف كسوفها يوم موت إبراهيم ابن النبي وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل لموت عظيم أو لولادة عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذه العقيدة الجاهلية فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوفوا الله بهما عبادة لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذه لو نقلها كعب الأحبار ووهب بن بنبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ ما معنى قوله أخبار المبتدأ بدء الخلق يعني بدء الخلق كما تعلمون كتابه من كثير البداية والنهاية أول الخلق وآخر الخلق ووهب بن بنبه وكعب الأحبار وهمام بن بنبه هؤلاء كانوا من أحبار اليهود من علماء اليمن ثم إنهم أسلموا حسن إسلامهم وهم ثقات فيما يذكرون من أخبار عني إسرائيل لكن لا يبنى عليه شرعنا إلا ما قرره شرعنا ما قرره شرعنا عملنا به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي ما ذكر في الدرس من أنه يوجد أحاديث غير صحيحة في صحيح مسلم مع أنني سمعته العلماء يقولون إن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم فكيف أنه أجمع الشيخ قال جمهور ما في الصحيح البخاري المسلم مجمع على صحته جمهوره يعني أكثره كونه يحصل في حديث واحدة وحديثين مناقشة قد يكون الحق مع المصنف وقد يكون مع غيره هذا ما يضر ما يضر الصحيح هذا ما يضر بالصحيحين نعم يقول فضيلة الشيخ فالشيخ أجاب على هذا لو تنبهتم الشيخ أجاب على هذا خاف من أن لنتم قلتم هذا فهو أجاب عنه الجمهور ما في الصحيحين هذا مجمع عن عليه كونه نوقش فيه أفراد من الأحاديث هذا عاد ينظر قد يكون الحق مع المصنف كما عند البخاري وقد يكون الحق مع المخالف كما حصل مع مسلم لكن هذا لا ينقص صحيح مسلم ولا ينقص قدر صحيح البخاري نعم ولا يقلل الثقة بهما نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول الشيخ رحمه الله بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه يقول ذكر المحشي فقال في هذا الإطلاق نظر فإن الصواب يكون غالبا في جانب مسلم رحمه الله إذا أنا من المحشي الشيخ أوثق من المحشي وأبصر منه في العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من العلم الذي يجوز كتمانه ما وجد في الصحيحين من بعض الروايات المرجوحة لا تبحثوا في هذا إنما ذكر هذا لكم للفائدة هما أنكم تنشرون هذا وتشكون الناس في الصحيحين هذا أمر لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو أفضل كتاب في الأذكار وأعمال اليوم والليلة يراه فضيلتكم الله فيه كتاب الوابل الصيب لابن القيم وفيه الكلم الطيب الشيخ الإسلام ابن تينية وفيه الأذكار للنووي غالبه أنه كتاب جيد ويعتمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير ما ينقل ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد وأحيانا يرجح ابن جرير أقوال ابن زيد وهنا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هل هو بن زيد هذا هل هو بن زيد واجد للسمون بن زيد الله أعلم تاجي لتثبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكموا قول القائل اللهم إني أسألك بحق أسمائك عليك ما الوصل هذا ما الوصل هذا هل أسماء الله لحق على الله من قال هذا لا أسألك بأسمائك بدون أن نكتبه لهم بحق أسمائك أسألك بأسمائك وصفاتك نعم هذا الذي ورد ولله الأسماء الحسن فادعوه بها ولم يقل ادعوه بحقها لا نزود شيء من عندنا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول المظلوم في دعائه اللهم إني أسألك بحق المظلومين أن تنصرني على من ظلمني ما له داعي هذا قل اللهم انصرني على من ظلم ولا تقول بحق المظلومين شيء ما ورد لا تعتبرونه ولا تعتمدونه الذي لم يرد لا يكون أو تحدثون شينا ثم من عندكم نتركوها لمراد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتابة لفظ الجلالة ومقابله اسم محمد نراها في بعض محاريب المساجد فهل ذلك صحيح وما الواجب تجاهه صدرة فتوى بإزالة هذه الأشياء أول شيء الكتابة في المساجد مكرهة لأنها تسهل المصلين لا الآيات ولا الأسماء الله ولا أي شيء ما يكتب في المساجد شيء أو تنقش المساجد في الزخرة هذا منهي عنه وهذا من علامات الساعة أنها تزخرة في المساجد في آخر الزمان لأن المطلوب في المساجد الخشوع لله عز وجل والعبادة وعدم تسريح النظر في الكتابات والنقوش التي تشغل المصلين والذاكرين ثانياً كتابة الله محمد كذا متساويات متعادلة هذا لا يجوز الله محمد كذا أما لو قيل الله سبحان الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ذكرت جملة ذكر الإسم في جملة هذا لا بأس لكن ما هو في المسجد ما يكتب في المسجد مسجد لا يكتب فيه شيء أبداً أما ذكر الله مجرد ومحمد مجرد كذا هذا لا يجوز ولا حد قال به نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله وإذا وجدناها في المسجد فهل يجوز أن نزيلها بدون إذن الإمام لا 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 ما يجوز هذا إلا بإذن وزرت شؤون المساجد وحول شؤون المساجد وهي التي تتولى إزالتها لأن هذا من صلاحياتها ما تعدون عليها هم يأخذونكم يسجنونكم نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله في بلادي كثير من المساجد فيها قبور يقول في بلادي كثير من المساجد فيها قبور فهل تصح الصلاة في هذه المساجد بالنسبة لنا لا لا تصح الصلاة عند القبور لا في المساجد ولا في الفضاء لا يصلى عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وعن اتخاذها مساجد لأن هذا وسيلة إلى الشرك والنهي يقتضي الفساد فصلوا في مساجد ليس فيها قبور نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله ما حكم قول الطائل يا أخي أسألك بالله أن تعطيني هذا الشيء فهل يجب على السائل أن يجيبه نعم هذا قسم حلف عليه أسألك بالله حلف عليه يبر بيمين أخي يبر بيمين أخي نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله إذا جاء في بعض الأذكار التكرار بمخلوقات الله كحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه فهل يجوز أن يذكر الله بذكر آخر بمثل هذه الصيغة فيقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضى نفسه لا بأس لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مارية أمو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تعد من أمهات المؤمنين ليست زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي السرية مملوكة تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم تسمى أم ولد ما تسمى زوجة وقد أهداها له المقوقس ملك مصر نعم هي قبطية من قبط من أقباط مصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد الآن كثير من كتب الحديث وعليها تخريج من العلماء المعروفين فهل يعتمد على ذلك في صحة الحديث وتضعيفه بالنسبة لنا يستأنس بذلك إذا كان المعلقون عليها متخصصين في علم الحديث معروفين في علم الحديث سيثق بها أما إذا كانوا مجرد نقله ينقلون من الكتب الأخرى ويضعون حواشي وما تمكنوا من الحديث إنما ينقلون ما قاله بلا نعلم هذا لا يعتمد عليها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالأمس في يوم الجمعة خطب بنا خطيبنا خطبة واحدة فلما كلمنا قال بأني قد نسيت الخطبة الثانية وهي سنة وإن الصلاة صحيحة فهل قوله صحيح؟ ما أعلم هذا يجب أنه ينهى أمره إلى الإفتاء ويذكر أيضا ويراجع فيه وزارة الشؤون الإسلامية لأن هذا أخشى أنه يفتح الباب للناس لأن فيه الآن من اللي يدعون العلم من يقول ما فيه للجمعة إلا خطبة واحدة يفتح الباب هذا فيجب أنه ما يترك هذا يرفع بشأنه إلى المسؤولين نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يجوز أن يقول الشخص الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم فقط نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله قرأت في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني قال وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياثة ولا مغيثة على الإطلاق إلا الله سبحانه وأن كل غوث من عنده وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز فأشكل علي قوله ولغيره مجاز هل هذا صحيح؟ لا كان الأنسب أنه قال ولغيره سبب المخلوق يكون سبب والله هو المسبب سبحانه وتعالى لكنه رحمه الله يرى يرى ما جاء في علم البلاغة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز والصحيح أنه لا أن الكلام ليس فيه مجاز كلام العرب اللغة العربية فيقال المخلوق يكون سببا والنتيجة والمسبب هو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقاموا في هذه الأيام في المدارس الحكومية أسبوعا عن الأمن الفكري وهو يعالج ما حصل في الساحة من تفجيرات وغيرها فهل من نصيحة يوجهها فضيلتكم لأبنائه الطلاب الله هذه أوامر هذه أوامر من المسؤولين راجعوا المسؤولين اللي أصدروها راجعوا المسؤولين اللي أصدروها لعلهم يتراجعون عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بيا حي يا قي إن كان القصد إن كان القصد إن الطلاب ينبهون على هذه الأخطاء بيّلهم ويعا حين من الأصل نقول علموا الطلاب العقيدة الصحيحة وفيهم من يقول لا لا تدرسونهم العقيدة هذه تكفير وتوى إرهاب ما هنفى من الأمور هذه إلا إذا درسوا العقيدة الصحيحة وعرفوا أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا يجوز شق عصى الطاعة ولا يجوز الإخلال بالأمن هذا في العقيدة ما هو في العقيدة موجود فلو درسوا العقيدة لعرفوا هذه الأمور ولا يحتاجون إلى أسابيع ولا إلى أشهر تدرسون العقيدة وفيها هذه الأمور فيها تحريم البغي والخروج على المسلمين فيها تحريم مذهب الخوارج فيها تحريم قطع الطريق والإخلال بالأمن فيها تحريم السرقة وقطع يد السار كل هذه موجودة في العقيدة فلو درست العقيدة على الوجه الصحيح للطلاب ما يحتاج إلى أسابيع ولا إلى أيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من الأدعية الصحيحة الماثورة نعم يا حي يا قيوم هذا قيل إنه باسم الله الأعظم برحمتك أستغيث التوسل بالصفة بصفة الله عز وجل هذا ورد في الحديث برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير ومعناه التوسل بصفة الله وهي الرحمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين محل اتفاق بين العلماء وهل تذكر مرتأ يقول هل أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين محل اتفاق بين العلماء ما جاء في الحديث وصفها بالحسنى الحديث جاء إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ولا جاء في الحديث وصفها بالحسنى فيما أعلم يعني نعم يقول وهل تذكر عند ذكرها مرتبة وما حكم نظمها ليسهل حفظها منظومة يا أخي منظومة مشروحة نعم منظومة الأسماء الحسنى نظمات في مناظيم كثيرة وشريحات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الآوينة الأخيرة أن بعض النساء يذهبن للجوامع التي يصلى فيها على الجنائز وذلك لقصد تعزية أهل الميت والصلاة على الجنازة فهل يباح للمرأة أن تفعل هذا الأمر الله توسع خروج النساء من بيوتهم صار ما يقرم في بيوتهم إما في الأسواق ولا يروح إلى المحاضرات وحتى بدأ يفتح انفصول في المساجد ويدرس في المساجد ويلقى المحاضرات في المساجد على النساء فما ينبغي التوسع في هذا وتعويض المرأة على الخروج وعدم القرار في البيت والله جل وعلا قال وقرنا في بيوتكم واللي تبيت درس أخواتها وتعلم في بيتها أو في مكان خاص للنساء أما الكثرة للخروج كثرة خروج النساء ولا تقر في البيوت هذا له عواقب وخيمة له عواقب وخيمة جدة أما خروجها للصلاة سواء صلاة الفريضة أو صلاة تراويح أو صلاة الكسوف صلاة العيدين أو الصلاة على الجناز فهذا لا بأس به لكن تكون منعزلة عن الرجال تكون منعزلة عن الرجال تكون متحجبة ومتسترة أما العزاء ألا داعي أن تخرج للعزاء تأخذ الجوال والتلهون وتكلم وتعزيهم نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله سألت فضيلتكم يوم الثلثاء الماضي عما حصل لي في عمرتي الأولى حيث طفت أو انتقض وضوئي أثناء الطواف بسبب حيائي من الشباب الذين كانوا معي وخوفي من الضياع فقال فضيلتكم إنني ما زلت محرما نعم فأريد أن أعتمر مرة أخرى فهل ينطبق علي الآن محظورات الإحرام وما صفة إحرامي نعم أنت محرم كيف تحرم أنت محرم أعد الإحرام عليك واستصحب الإحرام الأول واذهب وكمل عمرتك اذهب وكمل عمرتك وبذلك تنتهي المشكلة نعم أما أنك تحرم حرام جديد لا أنت محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل يقول أهل البادية عندنا في خارج المملكة يصلون العيدة والاستسقاء جماعة وكذلك يجتمعون يوم الجمعة فيقوم أحدهم بالوعظ أو يستمعون إلى شريط فيه موعظة ثم يصلون صلاة الظهر أربع ركعات أعني في ذلك يوم الجمعة فما حكم هذه الأعمال وهل ننكر عليهم فعلهم البوادي ليس عليها جمعة ولا عيد كانت البوادي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم بإقامة الجمعة ولم يأمرهم بإقامة صلاة العيد إنما هذا في الأمصار في القرى في المدن في محل الاستقرار أما البادية التي تتنقل في البر ليس عليها جمعة وليس عليها عيد أما أنهم يستمعون الشريط ليستفيدوا منه وليصلون جمعة وإنما يستمعون يستمعون الشريط المفيد فلاه مانع من ذلك هذا طيب ويصلون الظهر أربع ركعات هذا طيب نعم إنسى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه